شكراً جزيلاً أصحاب الفخامة والسعادة سيدي رئيس مجلس الأوروبي صديقي شارل ميشيل فخامة الرئيس إمانويل ماكرون رئيس المجلس الأوروبي الدوري سيدات وسادة رؤساء الدول والحكومات في دول العضو بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي السيدة رئيسة مفوضية الأوروبية أرسل العزيزة السيد رئيس المفوضية مفوضية الاتحاد الإفريقي عزيزي موسى أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة السفراء سيدتي السادة من مؤسسة إفريقيا فوندسون أفريك والأصدقاء باسم إفريقيا أود أن أشكر الزملاء الأوروبيين على دعوتهم لنا وعلى الاستضافة الكريمة في هذه العاصمة الجميلة والتاريخية عاصمة أوروبا وذلك من أجل موعدنا السادس بعد موعدنا في أبيجان في 2017 أتيناكم بروح الصداقة وبروح الإخلاص والأمانة لشراكتنا ونحن نعي كل العلاقات التي تربطنا بين أوروبا وإفريقيا هناك وصمة التاريخ وسمة التاريخ وهناك القرب الجغرافي وحمزة الواصل هي البحر الأبيض المتوسط ما يبعد هنا خمس عشر كيلو متر فقط بين أوروبا وإفريقيا هناك أيضا خطوط العبور للأشخاص مما عزز العلاقات الاجتماعية وثقافية بين أوروبا وإفريقيا هناك جسر الحرب والسلام مرتين في جيل واحد هناك المعاناة هناك الدماء هناك الدموع المشتركة بين أوروبا وإفريقيا نجد أيضا تعاونا قديم العهد ومكثفا ومتنوعا هذا ما يربطنا سيدتي سادتي هذا ما يؤسس أو هذا ما يشكل السمى الخاصة والسمى المعقدة لعلاقاتنا والتاريخ يتسارع أمام أعيننا اليوم ويغير بل يحول كل الأفكار التقليدية والمسبقة أنا أتحدث عن تحدي السلام والأمن أتحدث عن الهشاشة والضعف الذي يعاني منها البعض وليس فقط في إفريقيا وأتحدث عن الاحتباس الحراري أو الاحترار في العالم إلى فرص الاقتصاد الرقمي ولكن أيضا إلى تجاوزاته أتحدث عن تدفقات الهجرة غير القانونية وأثر الجائحة الصحية التي لا سبق لها ستون سنة بعد استقلال بعض الدول الإفريقية إفريقيا تشهد اليوم تحولا جذريا بل تحولات وتغيرت إفريقيا تغيرت كثيرا بالرغم من بعض التعثر إن قضية الديمقراطية تتقدم في إفريقيا على مر عقد من الزمن كان النمو في دول الإفريقية أعلى من المتوسط العالمي بالرغم من أن ثار الجائحة تكبح النمو اليوم وكما في أي مكان آخر من العالم إن الشعوب الإفريقية ترى العالم في وقت آني في آنيته والشعوب الإفريقية تصبو للرخاء والرفاهية إفريقيا هذه التي تشهد تغيرات وتحولات جذرية تحتاج للتقدم التوافقي والمساعدة التوافقية في شراكة مؤسسة على الأولويات والقيم المشتركة دون إملاءات من الخارج ودون استثناءات ودون إقصاء ودون حصرية مع أوروبا تود تتفق على شراكة جديدة يتم إعادة صياغتها نحن لا نتحدث عن تحديث البرمجيات التي كانت تنظم علاقاتنا نحن نفكر معا بوضع برمجية جديدة تتكيف مع التغييرات الحالية وقادرة على دعم الدينامية المتجددة التي نريد أن تتسم علاقاتنا بها معا نود أن نتفق على حوار تفاعلي يمكن أن يتناول مواضيع مختلفة من أجل توصل إلى ألان موجه نحو العمل وانطلاقا من هذه الروح فإنني أقدم إلى مؤتمر القمة هذا ثمانية اقتراحات وذلك للإسهام في تحديد معالم هذه الشراكة الجديدة فيما بيننا المحور الأول هو أن نحاول العمل معا من أجل تعزيز تعاوننا في مجال إرساء السلام والأمن ومكافحة الإرهاب وذلك من خلال المرفق الأوروبي من أجل السلام وعلى أساس التجربة التي اكتسبناها في أفريقيا وفي شرقها ووسطها وجنوبها نحاول أن نمضي قدما إن المرفق الأوروبي من أجل السلام بإمكانه كذلك أن يدعم الجهود التي تبذلها بلدان السهل الأفريقي وأعضاء عملية أكرا وذلك لمواجهة الهجمات التي تتعرض لها هذه المنطقة على يد العصابات الإرهابية ودعونا نتعاون معا لتعبئة جهود مجلس أمن الأمم المتحدة فمن مهام هذا المجلس أن يرسل السلم والأمن في مختلف أنحاء العالم وأن يستثمر الجهود لمكافحة الإرهاب في أفريقيا المحور الثاني الذي أقترحه عليكم هو الآتي إننا نود أن تدعمنا أوروبا فيما يلي ينبغي تعجيل وطيرة إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة ونحن نعرف أنه قد تم إطلاق عجلة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة ومنها 350 مليار دولار مخصصة لمحاولة تخفيف من وطأة الأزمة الصحية وكان ذلك هو هدف مؤتمر قمة باريس في مايو آيار 2021 لتمويل الاقتصادات الأفريقية وبالنظر إلى التأثير الوخيم للأزمة الصحية على اقتصاداتنا فإننا نود أن يتم إعادة توزيع 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من البلدان الثرية التي توجد فيها هذه الثروات في أوروبا ويعاد توزيع لصالح الدول الأفريقية وذلك وفقا للأليات التي سنتفق عليها إن ذلك سيقربنا من هدف 250 مليار دولار وهو المبلغ التي تحتاج أفريقيا بحلول 2050 وفق صندوق النقد الدولي لكي يتسنى للقارة الأفريقية أن تستوعب هذه الصدمة التي قد تعرضت لها بسبب جائحة كوفيد-19 وهذا المبلغ سيسمح لنا بأن ننطلق قدما باتجاه نمو اقتصادنا ينبغي علينا كذلك أن نيسر حصول بلداننا الأفريقية على القروض من أجل التصدير وذلك بشروط مثل أسعار فائدة يمكن أن نسددها وعلى مدى أطول بالنسبة لهذه القروض ينبغي علينا كذلك أن نعزز الاستثمار وأوجه التبادل التجاري بين القارتين الأوروبية والأفريقية أذكركم بأن القارة الأفريقية هي 330 مليون كيلومتر مربع وهناك عدد كبير من السكان ونحن نحتاج إلى 130 إلى 170 مليار دولار في كل سنة وذلك وفقا للبنك التنموي الأفريقي وذلك للتنويل البنية التحتية فحسب ونحن مستعدون للتعاون مع شركائنا الأوروبيين وذلك لإرساء المبادرة باسم البوابة العالمية Global Gateway وذلك في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وهو برنامج PIDA الجاري تنفيذه حاليا سيدتي سادتي إن التحول الهيكلي للقارة الأفريقية سيتوقف على تفعيل البنية التحتية فيما خصوص الطرق والسكة الحديد والموانئ والمطارات وسيتطلب ذلك كذلك فتح محطات توليد الكهرباء وكذلك مصادر التاقة الأخرى لتوفير الكهرباء لستمائة مليون نسمة من الأفارق المحرومين من الكهرباء وفقا لبعض التقارير فإننا بحاجة إلى منصات صناعية ورقمية إن القارة الأفريقية قد تغيرت وبالتالي بإمكان أفريقيا عندما تحصل على الاستثمار اللازم أن تخلق فرص عمل للشباب وأن تولد فرصا سانحة لشركائها لكي نعمر معا ونشاطر معا الرفاه المتحقق بفضل هذا التعاون انطلاق من هذه الروح دعونا نبحث معا إمكانيات التعاون فيما بيننا هناك مشروع أوروبي للترابطية بالإنترنت السريع وذلك باستخدام السواتل في المدار القريب من الأرض وأدعوكم إلى دعم هذا المشروع الأوروبي فإن مستقبل شركتنا الأفريقية الأوروبية يتوقف على التقدم في المجال الرقمي الخصب هذا الذي يمكن للشباب أن يعبروا فيه عن طاقاتهم وقدرتهم على الابتكار إننا نود أن نتعاون مع أوروبا من أجل إعادة النظر في معايير تقييم مدى المخاطر التي تكتنف الاستثمار في أفريقيا بالنسبة لأفريقيا فإن المخاطر تقدر دائما بالنسبة أعلى من المخاطر الحقيقية وبالتالي فإن ذلك يقلل من إمكانية استقطاب الاستثمارات ويعرق الاقتصاداتنا وهناك دراسات تمت مؤخراً تبين أن 20% من معايير تقييم المخاطر في بلداننا تتوقف على معايير غير موضوعية بعضها يتوقف على اعتبارات لغوية أو ثقافية وذلك يخلخي الاقتصاداتنا ويحول دون التوازن الاقتصادي في بلداننا بسبب حرمان من الاستثمارات إننا نود أن نضع الإجراءات والتدابير المناسبة فيما خص تمويل المشروعات ولسيما فيما خص المشروعات المندرجة في البوابة العالمية Global Gateway وذلك على أساس قواعد الشفافية ينبغي على هذه الإجراءات ألا تعرقل وتؤخر تنفيذ المشروعات وتفعيلها فإن هذا التأخير يقود التدابير الحكومية ويؤدي إلى شعور بالإحباط لعدم تحقيق النتائج المنشودة ينبغي علينا كمحور سادس أن ننسق الجهود للحصول الأفضل على اللقاحات وتحسين القطاع الصيدلاني في أفريقيا وبعد اندلاع أزمة كوفيد-19 أثبتت أوروبا أنها تكن التضامن لأفريقيا ووهبت لنا الكثير من اللقاحات في إطار مبادرة كوفاكس وعلى أساس ثنائية تم وهب هذه اللقاحات وأعرب عن كل الامتلان والشكر لشركائنا الأوروبيين على هذه الهبات وهذه المساعدة إن أفريقيا انخرطت في إنتاج اللقاحات المضادة للكوفيد بالتعاون مع عدد من البلدان مثل جنوب أفريقيا والجزائر ومصر والمغرب وهناك بلدان أخرى مثل سنغال ورواندا وغانا من بين بلدان أخرى تستعد على قدم وساق للدخول في إنتاج هذه اللقاحات محليا وندعو أوروبا إلى دعم هذا الزخم الجديد لتعزيز قدراتنا الصيدلانية وقدرات القرى الأفريقية في مجال البيوتكنولوجيا وذلك بعد تجاوز أزمة كوفيد-19 المحور السابع يدعونا إلى تعزيز جهودنا المشتركة لحماية المناخ وتحقيق العدالة فيما يخص المناخ إن أفريقيا تؤيد اتفاقي باريس بشأن المناخ وإن عدد كبير من بلدان الأفريقية قامت ببلورة مبادرات لسون وحماية التنوع البيولوجي وذلك في إطار مشروعنا القريب عنوان السور الأخضر الجديد وهناك ستمائة مليون نسمة من الأفريق محرومين من الكهرباء ويعيشون في الظلام وبالتالي بالنسبة لنا كأفريق فإن الأولوية أم الأولويات هي توفير الكهرباء للجميع وكفالة التصنيع للقارة برمتها ونحن نتوقع الكثير من هذا المؤتمر لقد قلنا أننا لن نكتفي بالعبارات الطنانة والفارغة إننا نترقب إيجاد حلول فيما يخص النقل في مجال الطاقة إن هناك ستمائة مليون أفريقي محرومين من الكهرباء إذن قارتنا تحتاج إلى الكهرباء قارتنا بحاجة إلى تعزيز قيمة مواردنا الطبيعية ونتوقع من أوروبا أن تتضمن معنا بشأن هذه المسألة بعينها ولذلك فإننا نؤيد فكرة الحفاظ على التمويل المخصص لقطاع الغاز الطبيعي ونود أن نحقق النقل في مجال الطاقة بشكل منصف وأخذنا بعين الاعتبار للقيود الخاصة المفروضة على قارتنا المحور الثامن هو ضرورة رد التراث لأفريقيا إننا ننادي برد الممتلكات والمصنفات الأفريقية وذلك يعتبر من أولوياتنا ويبقى من أولوياتنا لأن هذا التراث هو جزء ليتجزأ من هويتنا الحضارية إن وددنا أن نضع أخلاقيات تنظم علاقاتنا العلاقات الأوروبية الأفريقية فينبغي أن يقوم ذلك على الاحترام والإقرار بالواقع التاريخي ينبغي علينا أن نعزز الجهود التي تم بذلها حتى الآن وذلك وفقا لما ورد في تقرير في هذا الشأن وأخيرا فإنني أختتم بياني بعد أن بيانت لكم هذه الاقتراحات الثمانية إن أفريقيا توجه إلى أوروبا رسالة ثقة ثقة في مصير البشرية الذي يكتنفه التضامن إن صديقنا العزيز دوكان قد ذكر بهذا المصير الذي يكتنفه التضامن ففي رواياته التي تقص حياته قد تم نشر تاريخه الشخصي وهذا التاريخ ينم عن اللقاء بين أفريقيا والغرب من خلال هذا البطل في هذه الرواية الذي اكتشف العالم الغربي وكان متأصلا من حيث نشأته الأفريقية وقد تعرف على الحضارة الإسلامية وكان قد درس في الكتاب وبعد ذلك قد التحق بالجامعة في أوروبا والسيد بطل الرواية سيتحول إلى شخص هاجين بمثابة ابن للعالم أجمع ويجمع في قلبها الحضارات الثلاثة وإن سعادته ستتحقق بفضل الأخوة البشرية بفضل الحوار بين الثقافات والحضارات وهذا الحوار يتجلى من خلال تبادل أطراف الحديث الفلسفية بين والد هذا البطل والسيد بولاك خوا الذي يعتبر عالما وناصرا للعلوم إذن في شكل هذين الشخصين يوجد رمز إلى التخاطب بين أفريقيا وأوروبا وكل تبادل وحوار يسهم بقبس إضافية لإشعال شعلة هذه البوتقة التي تصهر العالم لتجمع بين مختلف أطرافه إن عصر المصير المنفرد قد ول فلا يستطيع أحد أن يبقى بمنعنا الآخرين ويحاول أن يحافظ على حياتي فقط دون أن يأبأها لحياة الآخرين إذن هذه الرواية كانت سباقة وكانت بمثابة الإنذار لنا إننا قد دخلنا عصر التعويل بعضا على البعض عصر التكامل فيما بيننا كل مننا بحاجة إلى الآخر ولا يستطيع أحد أن يكتفي بالوعود فقط لا ينبغي أن نكتفي بأن نقول أن أفريقيا هي قارة المستقبل إن أفريقيا قد حملت على عتقها عبء وثقة للتاريخ وبالتالي أنا الأوان لكي نخفف من هذا العبء الواقع على عتق أفريقيا ينبغي أن نقبل أن تكون أفريقيا هي طرف فاعل حقيقي في هذه الحركة الجديدة حركة العولمة الجديدة التي نشارك فيها جميعا كبشر ونحن قد جئنا إلى مؤتمر قمة بروكسل وكلنا ثقة بأننا كالشركاء منذ فترة طويلة نستطيع أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي وأن نحقق معا هذا المستقبل المشترك شكرا على حسن الانتباه